تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم تابع الأنشطة التي قامت بها الوزارة في قرى عدد من المحافظات وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وذلك خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين وخلال الاجتماع أكد مدبولي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تقتصر على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى بل إن ذلك يمضي قدما جنبا إلى جنبا مع المساهمات الثقافية والفنية حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بالثقافة والفنون باعتبارها إحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل وجدان الإنسان المصري وتسهم في بناء الشخصية ومن جانبها أشارت وزيرة الثقافة إلى أن المبادرة الرئاسية اهتمت بتفعيل الحياة الثقافية والفنية في الريف المصري ومحافظات الصعيد حيث تنظم المبادرة مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة لجميع الفئات العمرية ومختلف الشرائح الاجتماعية بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية فضلا عن أنشطة اكتشاف المواهب بالقرى